بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا جماعة أعظم بناء ممكن تبنيه اللي العلماء قالوا إن الإنسان أبنى البنيان هو بناء الإنسان وإحنا لما اخترنا إن إحنا في حلقات يوم الاتنين نتكلم عن بناء الإنسان وخاصة بناء إنسان المستقبل اللي هم أولادنا إحنا في الحقيقة ما كناش بنعمل حاجة من قبيل الترف ولا حتى كنا بنعمل حاجة من قبيل إن إحنا بنحاول نحسن حياتنا إحنا بنعمل الحياة بنعمل مقتضى الحياة اللي إحنا لو ما عملناهوش يبقى إحنا مش فاهمين وكمان يمكن مش نبقى صادقين في عبادتنا لله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين يبقى هو كان بيفهمنا إن العبادة جاي عشان تبنينا تبنينا عشان نبقى عباد لبارينا فمسألة إن إحنا نفهم إن بناء الإنسان عبادة إحنا عنفضل نقول طول الوقت إن إحنا عندنا مسجدين مسجد أصغر ده اللي إحنا بنصلي فيه الصلوات ومسجد أكبر هو الحياة فإحنا عندنا حاجة اسمها حياة الصلاة بنعملها في المساجد وفيه حاجة اسمها حياة الصلاة ودي بنعملها في الحياة كلها يبقى فيه حياة الصلاة وفيه صلاة الحياة اللي بنصليها في المسجد الكبير من اللي قالنا إن فيه مسجد كبير حضرت النبي لما قالنا وجعلت لي الأرض مسجدا يعني وجعلت لي الأرض مسجدا يعني مسجد كبير فإحنا بنبني أولادنا وبنبني نفسنا مع أولادنا إحنا في الحقيقة مش بنعمل طرف إحنا بنعمل مش هقول واجب إحنا بنعمل الحياة اللي خلقنا من أجلها وعشان كده تعالوا نشوف حاجة مهمة جدا جدا مفهوم جديد ومهم بنتعرض له كتير جدا 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 اكتر حاجة هقولك مشهد لطيف جدا بيحصل عشان واحنا بنبني وبنعلي في البناء ده عشان يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اقوتوا العلم درجات واحنا بنبني البناء ده نكون مركزين هقولك مشهد راجل زعلان جدا ابنه تخرج من الجامعة من كلية الهندسة هو حاسس ان ابنه مش جاهز للحياة العملية او هو مش جاهز ان هو يقدر يتحمل مسؤولية بيت او هو مش جاهز ان يتحمل الصعوبات اللي هيلاقيها بعد ما هو تدريجيا هيشيل ايديه عشان هو يتعود يبقى راجل يعتمد على نفسه ايه السبب في ده؟ السبب في ده النشأة هو تأخر كتير اوي 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 عشان يعمل الصفة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي صفة ايه؟ صفة الثقة بالنفس او ما اسميه انا الثبات ان يبقى ابنه ثابت فتعالوا نجاوب على السؤال ازاي اولادنا يعيشوا صفة الثبات اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي الثقة بالنفس اللي ممكن ناخدها من قوله تعالى لا يثبت الله الذين امانوا بالقول الثابت السببات ده يا سادة بيبتدي بدري بالصناعة الثقيلة اللي هي القيم والاخلاق وعشان كده القيم والاخلاق كمان بنحطهم في بيئة اسمها حب الله والرسول واليقين من مدد الله سبحانه وتعالى ودعم الله لنا والعيش في ظل قوله تعالى كل ان نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ده كله كده بيتجمع بيعمل حاجة اسمها الثقة بالنفس اللي هو بيتكلم عنه علماء النفس اللي بيتكلموا عنه الريزيريانس او الصمود النفسي الثقة بالنفسي دي نعمة والثقة بالنفسي مش انانية بالمناسبة عشان احنا هنا واحنا بنبني بنبقى عندنا مشكلة اساسية ازاي نعمل عقلية فارقة تفرق ما بين الاشياء المتشابه فالثقة بالنفسي مش انانية على فكرة ومش كبر الكبر هو انك ما تنزرش غير لنفسك وما تنزرش للاخرين وتبقى انت محور كل حاجة وتأذي الناس بدم بارد وتحاول تصغرهم عشان تكبر نفسك وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني ان انت تنقص من الناس وتعلي فيك انت بالكدب وهو ده اللي بيحصل لما تشوف ناس بتسفه من الناس وتخليهم اقل من غير داعي وتلاقي ناس بتسفه على ناس عشان تقللهم وهم يبقوا احسن وده كلام في الحقيقة هو ده اللي وصل الناس لمسألة الكبر